رائمة المستشارين الألمان منذ قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 عقب الحرب العالمية الثانية لنعود ونستكمل تغطيتنا فتابعونا شهد تاريخ ألمانيا الجمهوري منذ عام 1949 أي بعد الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا ثمانية أشخاص نالوا منصب المستشار أي رئيس الحكومة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أول من حظي بمنصب المستشار كونراد أيدناور الملقب برمز إعادة إعمار ألمانيا وتولى المستشارية عندما كانت بلاده خارجة للتو من أتون الحرب وترزح تحت سيطرة القوة الأجنبية المنتصرة في تلك الحرب يعود الفضل لأيدناور مع خلفه لودفيج إيرهارد الذي كان يشغل حينها منصب وزير المالية والاقتصاد في تحقيق النهضة الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا بعد الحرب لكن في عام 1963 انتهت لايت أيدناور وتولى منصب المستشارية لودفيج إيرهارد لثلاث سنوات فقط في منصب المستشار حيث اضطر للاستقالة من منصبي بعد انهيار التحالف الحاكم مع الحزب الليبرالي وكان يوصف إيرهارد بأب المعجزة الاقتصادية إلى حد أنه جعله يلقب بالسيد مارك نسبة إلى المارك الألمانية بعد رحيل أب المعجزة الاقتصادية نال كورت جورج كيسنغار المستشارية من عام 1966 إلى 1969 وكان أول مستشار يشكل حكومة تحالف سياسي من الحزبين الكبيرين الديمقراطي المسيحية والاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي الديمقراطي نفسه نال منه فيليب براندنتا منصب المستشارية كأول سياسي من الحزب وظل في منصبه حتى عام 1947 لكن بعد انكشافه فضيحة تجسس لصالح نظام جمهورية ألمانيا الديمقراطية ألمانيا الشرقية سابقا بطلها كان أحد معاونيه المقربين فيما عتبر حينها أكبر فضيحة تجسس في تاريخ ألمانيا اضطر براندنت إلى الاستقالة من منصبه ليحل بعده هلموت شمث من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في منصب المستشارية حتى عام 1982 وشهدت فترة توليه أحداث ما عرف بخريف ألمانيا حيث نفذت منظمة الجيش الأخمر اليسارية المتطرفة هجمات عدة في البلاد وعقب انتياء الخريف تولى هلموت كول من الحزب المسيحي الديمقراطي منصب المستشارية لستة عشر عاما وكان أبرز ما شهدته فترة حكم هلموت كول كان إعادة توحيد شطري ألمانيا وتبني برنامج إعادة بناء وإعمار الجزء الشرقي من البلاد كذلك كانت لكل بصمات واضحة في إرساء دعائم البيت الأوروبية حتى نهاية حقبته في عام 1998 وحلى بعد كول في جيرهارد شرودر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قضى أثناءها حكومة اتلافية مكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وشهدت فترة شرودر فتورا في العلاقات مع واشنطن وصل إلى حد القطيعة شبه الكاملة بسبب رفضه المشاركة في حرب العراق وبعد تدهور شعبية الحزب الاشتراكي تقدم شرودرر بطلب حجب ثقة عن حكومته لفسح الطريق أمام انتخابات برلمانية مبكرة وذلك في عام 2005 لتتولى بعد وانجل ماركل منصب المستشارية وهو أعلى منصب سياسي تتقلدهم رأة حتى الآن في يلمانيا وتطاعت السيدة القادمة من شرق يلمانيا أن تقود حزبها المحافظة بعد سلسلة من العثارات وتبقى مستشارة للمانيا لفترة ثالثة بعد انتخابات عام 2013 حيث دخلت في اتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطية وها هي ألمانيا تقف في مرحلة جديدة تنتظر ما بين أن تكمل ماركل حفاظها على منصب المستشارية أو تولي الاشتراكي الديمقراطية مارتين شولدز